السماء الجديدة سماوات جديدة وأرضا جديدة وفي 66 أيضا بيتكلم عن السماء الجديدة والأرض الجديدة فعدد مثلا 22 إشعية 66 22 لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صنع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم من خلال إشعية 65 يا أسيس نزار وإشعية 66 من هو الذي سوف يصنع السماوات الجديدة والأرض الجديدة؟ هو الرب يهوى من خلال سفر الرؤية الصحة 21 من الذي سوف يصنع السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ المسيح الجالس على العرش إذن استنتاج بديه من هو المسيح؟ هو يهوى إله العهد القديم هو الجالس على العرش وكده الرد رد قاطع على شهود يهوى الذين يقولون أن المسيح ليس هو يهوى المسيح هو يهوى الذي سوف يصنع السماء الجديدة والأرض الجديدة بحسب الشعية 65 و 66 و رؤية 21